السؤال اللي عاوز أوجهه اليوم في مشكلة في الكنيس وحتى في مجتمعاتنا كل الأمور تكون ماشية تمام لكن بروحوا على الجامعة وللأسف كتير من المسحين وغير المسحين في أعداد أكتر غير المسحين اللي عم تلتجئ للإلحاد أنا بتكلم في الدول العربية من غير المسحين لكن برضو كمان المسحين وقعوا في شو الشيء الجزاب في هذه النظريات اللي بتخلي مسحيين اللي مبنية على أساس سليم واضح وكل الأدلة موجودة ورغم هذا بيلتجوا للإلحاد لأن بعض النظريات بتدرس في المدارس في السنوي خصوصا وفي الجامعة على أساس أنها حقائق فنظرية النشوق والارتقاء بتاع الداروين بتقدم على أساس دي حقيقة أن نحن جينا من حاجة اسمها الجد التخيولي الأعظم وبعدين اتفرعت الشعوب والنسانيس والأرود وبعدين جال إنسان على القمة ده الكلام اللي بيدرس كأنه حقيقة فلما ييجي واحد يدرس الكلام ده في الجامعة وبعدين يقرأ في الكتاب المقدس أن الله خلق الإنسان على صورتي يقولك أنه صح أسدق مين فبيتلخبط وده ما فيش غلط أنه يبتدي يسأل في هذه المرحلة لكن إحنا عايزين نقول لهم عندنا إجابات على كل أسئلتكم من فضلكم قدمونا الأسئلة عشان نقدر نتجاوب معاها ونشرحها عايز أوريك في بعض الصور اللي جاية لو ممكن نحرك الصور بسرعة من فضلكم لحد ما نشوف صورة الأجناس ننزل بعد كده تاني كتير كتير بعد كده من فضلكم بعد كده بعد كده بعد كده تمام هنوصل لصورة عايز أوريها لك نقف عند الصورة اللي قبل دي من فضلك اللي قبل دي يس ده اللي بيقولوا عليها شجرة الحياة بيقولوا أن الحياة بدأت من نقطة صغيرة جدا وبعدين اتفرعت والتفرع ده خلاها أشياء تنقرد وأشياء تكمل لحد ما وصلنا للحياة الحالية ده فكر العالم ده فيه كمية أخطاء أو فيه مشاكل ضخمة قوي عايز نشوف السلايد اللي بعد كده عشان أوضح إزاي بنقول إيه الغلط في النشوق والارتقاء بيقولوا أن احنا بدينا بخلية واحدة وبعدين الأسماك وبعدين البرمائيات وبعدين الزواحف وبعدين الطيور وبعدين الإنسان والحيوانات ده اللي بنسميه التطور الرأسي فيه مشاكل ضخمة قوي عشان تتنقل من مرحلة تانية لأنك محتاج إضافة معلومات فالخلية اللي مش قادرة تعيش لوحدها دي أو الخلية الحية دي عشان تكون سمكة دي محتاجة تعيش تحت المية محتاجة ريئة تتنفس تحت المية محتاجة تغييرات كتير قوي ففي مشاكل علمية في التطور الرأسي تعالوا نرجع للصورة اللي فاتت دي مرة تانية ونشوف الجزء التاني منها هنلاقي أن الجزء التاني بيورينا أنه خلق كجنسيه 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 للأسف هي مش طلعة قدامي على الشاشة لكن الكتاب المقدس بيورينا أن الله خلق كجنسيه وداخل الجنس الواحد فيه تغيرات فلو قلنا مثلا فيه متين نوع من الكلاب ربنا ما خلقش متين نوع من الكلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض هو خلق الزئب والذئبة على رأس هذه المجموعة اللي تتحول إلى متين نوع من الكلاب فإذا يعني أنا بالنسبة إلي أتكلم في بساطة من الأسهل جدا أن أؤمن بوجود الله من أن لا أؤمن بوجود الله اللي بيخذني في حالة وعرة جدا وصعب الإجابات يعني بتضلك من محيط لمحيط لمحيط وتتخبط في إجابات لا ليس لها نهاية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر